الكلام المنتشر منذ أن ظهر هذا الخبر لن يكون عليه قيمة مضافة بالدولار مدام هو لا يتعامل بالعملة الصعبة نعم يا فندي موفقا لمعصر الحديد معادي وزير المالية أن هذا القرار يصدر على من يقوم ببيع السلعة أو أداء الخدمة بالعملة الأجنبية داخل السوق المصري الأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الدرائب المصرية بشكرك شكرا جزيلا بصوا جماعة الكام يوم اللي فاتوا دول ناس كتير رجعت تتكلم عن التعويم يعني يبقى فيه تعويم ولا ما فيش تعويم أنا بالنسبالي عايز تعمل تعويم ما تعملش تعويم زي ما تحق يعني أنا مش واقف عند الحكاية دي أنا واقف عند حاجة واضحة وحضراتكو كلكو شفتوها في السوق أنا ليه أمرين مهمين جدا واحد توفر العملة الأجنبية مش ليه يعني توفر العملة الأجنبية أنه لازم يفيه عملة أجنبية علشان الناس تقدر تجيب مستلزمات الإنتاج علشان الناس تقدر تتاجر علشان الناس تقدر تستورد خلاص ده نمرة واحدة نمرة اتنين الأسعار يا رب أنت تعمل الدولار ده بسعره إيه؟ عومته ما عومتوش؟ السؤال المهم بلا تعويم السؤال هو مهم بلا تعويم أخبار الأسعار إيه؟ هو إحنا لغاية دلوقتي دولارنا بواحد وثلاثين صح ولا لا؟ اتغير؟ لا طب أخبار الأسعار إيه؟ هو ده اللي يهمني لأنه آه طبعا أنا فاهم أنه تعويم الدولار فيه سلع البلد بتشتريها بواحد وثلاثين لغاية دلوقتي واوة والآخر كل ده كلام ده مهم ولكن أتحدث عن الأسعار بشكل عام أخبارها إيه؟ هل وقف عند واحد وثلاثين؟ ده اللي يهمني أنا مش على فكرة أنا مش وقف عند لأنه في ناس كتير وقفة إيه؟ خمسة وثلاثين وستة وثلاثين لا تمانية وثلاثين يبقى حلو لا ما فيش خالص فيه ناس قالت إنه ما فيش خالص فيه أو ما فيش بس هو فيه نقطة واحدة مهمة أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع ولا أقدر أقولك إذا كان الدولار حيزيد عن اللي هو فيه ولا حيقل خلاص؟ لأنه هو الكلام إيه؟ إنه حيقل ده الكلام اللي بتقال مش كلام أنا أنا لا أستطيع إن أنا أقولي الكلام ده حيتعوم مش حيتعوم حيركب بسكليتة حيجر له أي حاجة كل ده أنا مش وقف عنده أنا وقف عنده سؤال واحد بس البيض حيبقى بكام الفرخة حتبقى بكام إزاست الزيت حتبقى بكام ده اللي أنا أفهمه ومش ده اللي أنا أفهمه بس ده اللي يفهمه كل المواطنين اللي موجودين في السوق مرة أخرى أرجع تاني وأقولك إنه السبعين مليون اللي هم الدولة في رقابتها وبيصرفوا عليهم بطاق تموين وسلع مدعمة وأقول آخره دول مش هم صانع السوق السوق اللي هو حضرتك بتنزل تشتري السكر وتشتري الزيت المواطنين اللي بيعملوا السوق اللي على أساسه كيس السكر نهاردة بقى بكذا أو إزاست الزيت النهاردة بقت بكذا أو الرز النهاردة بقى بكذا أنا اللي همني في هذا الأمر التوازن هتقدر تعمل إيه وبعدين علمونا يا جماعة أنا خدت بعد ما خلصت يعني شغله كده وفتاعت رحت جريدة الفاينانشل تايمز اللي في لندن ودي يعني أهم جورنان اقتصادي موجود في العالم كله أول درس تقال لي أول درس قال لي بالنسبة لإيه قلت له يعني إيه قال لي لما تقول حاجة عليت أو نزلت بالنسبة لإيه هي كانت بكام ما هي ممكن تكون كانت بخمسة واربعين فبقت بستة واربعين فمتبقاش عليت أوي إنما ممكن تكون بخمسة واربعين وبقت بستين كده تبقى عاليت فلازم دايما درس الدهوني كده لازم دايما حضرتك تقول لنا بالنسبة لإيه فلما تيجي النهاردة تقول للدولار حينزل حينزل لكام ما هو لو نزل لخمسة واربعين ولا لأربعة واربعين يبقى منزلش لأنه هو طالع من كام طالع من تمانية وتلاتين حضرتك فاهم أنا جاي منين إنما تقول لي أصله حينزل فبكرة مثلا يبقى إيه بسبعة واربعين تمانية واربعين كده يبقى نزل إنما أنا مش من مدرسة تنهيارد يعني ناس هتقول لي أصلين أنت عايز لا أنا مش عايز الدولار عالي والدولار عالي ده لا هو مفيد للمواطن ولا هو مفيد للدولة ولا هو مفيد للأمن الاجتماعي ولا هو مفيد لأي حد خالص موجود عايز في البلد دي إنه بفيد دولار العالي فأرجوكم أتوسل إليكم أنا يعني أنا شرحت الموضوع ده مئة مرة هو بكام يعني السعر بكام في السوبر ماركت مفيش أسهل من كده أنا ممكن أعمل لك منحنيات وسعر الدولار الآجل وسعر الدولار العاجل وكل الحاجات اللي أنت عايزها دي وأقول لك السندات بتوع السي آي بي بره بقى أو بكام كل ده ما يمنيش أنا يمني سؤال واحد زي ما الإنجليز دايماً بيقوله The proof is in the pudding الإثبات في السوبر ماركت روح السوبر ماركت وقول لي بكام سؤال أخير هل في حاجة رخصة في الفترة الأخيرة؟ أنا كمان زهقت من أنه هو لما بينزل ما فيش حاجة بتنزل إنما لما بيعلى بتعلى في ثانيتها يعني أنا النهاردة كمواطن تقول لي عامر إيه الدولار حينزل هايل لما بينزل الأسعار بتنزل الإجابة لأ طب إيه الفكرة؟ لأنا أنا متنايل وهو بيطلع وأنا مش مستفيد أي شيء وهو بينزل أرجو بس أنتوا تفكروا في هذا الهاجس إيه اللي نزل؟ إيه اللي نزل؟ غير الجنيه هل في حاجة نزلت؟ طيب لما الدولار نزل أما كان باربعين ونزل تمانية وتلاتين في حاجة نزلت؟ في حاجة غريبة في البلد يعني فيه شيء غريب في ميكانيزم الاختصاد عشان كده ما حدش يجي يقول لي أصل هو كذا أصل هو لا مفيش كذا فيه حاجة واحدة بس حقيقة واضحة في ماشر إنه فيه ناس متحكمة في الأسعار وبتحط أسعار وإحنا بنتر نردخ له نقطة دي الحقيقة الواضحة أي حقيقة تانية مش في إيدينا إحنا مش في إيدينا حاجة خالص أنا بشكر حضراتكو شكرا جزيلا أشوف حضراتكو يوم الجمعة القادم في حاجة